نورة والوحش نظر إلي بغرابة وهو يقول أنت فتاة مؤدبة وجميلة وسأعطيك قطعة حلوة مجانية من عندي وضع الأغراض التي طلبتها في كيس ثم ناولني إياه وحين أردت أن أعطيه النقود أمسك يدي فسحبتها بقوة كنت خائفة جدا منه وحين رآني أرتجف قال لي بصوت مخفض لا تخافي صغيرتي أنا فقط أريد أن أعطيك قطعة حلوة لذيذة تعالي معي هناك خلف ذلك الباب شعرت بالخوف الشديد منه وأردت الخروج بسرعة من البقالة ولكنه اقترب مني وهو يقول ما بك يا صغيرتي هل تخافين مني؟ ومد يديه محاولا أن يلمس جسدي ولكني تصرفت بسرعة كما علمتني أمي أخذت أصرخ بصوت مرتفع ورميت كيس الأغراض ورقدت مسرعة من البقالة هربا من هذا الوحش كنت أبكي بشدة ولكني لم ألتفت ورائي لأني كنت خائفة جدا وأفكر فقط في الوصول بسرعة إلى منزلنا حين وصلت إلى المنزل كنت ألهث بشدة وأبكي خافت أمي كثيرا وسألتني بلهفة ماذا حدث يا صغيرتي؟ ولأن أمي علمتني فقد أخبرتها بما حدث في البقالة اتصلت أمي بأبي وجاء مسرعا وحين رآني أبكي احتضنني بحنان وهو يقول لا تخافي يا صغيرة أنت بأمان الآن أخبريني بما حدث فأخبرته بكل ما حدث لي في البقالة نظر أبي إلي قائلا كمانا فخور بتصرفك الشجاع يا نورة أنت فعلا طفلة قوية وذكية اتصل أبي بالشرطة التي قبضت على هذا الوحش المخيف ووضعته في السجن أتريدون أصدقائي وصديقاتي أن تعرفوا ماذا علمتني أمي الحبيبة؟ لقد علمتني أمي أن لا أسمح لأي شخصا أن يقترب مني حتى يلتصق بجسدي لقد علمتني أمي أن لا أسمح لأي شخصا أن يلمس الأماكن الحساسة في جسدي حتى لو كان قريبا لي لقد علمتني أمي أن أصرخ بصوت مرتفع حين يحاول أحد أن يلمس أجزاء حساسة من جسدي وأطلب المساعدة ممن حولي لقد علمتني أمي أن أهرب بسرعة بعيدا عن أي شخص يريد إذائي لقد علمتني أمي أن أخبرها عن أي شخص يطلب مني أن أشاهد مقاطع وصورا غير لطيفة لقد علمتني أمي أن لا أركب سيارة مع شخصا غريب أو أذهب معه لأي مكان حتى لو قال لي إنه يحتاج إلى مساعدة لقد علمتني أمي أن لا أقبل حلوة أو هدية من شخصا لا أعرفه أنا أخبر أمي وأبي بكل ما يحدث لي لأنهما هما من سيساعداني وسيحمياني بإذن الله تعالى وأنتم أيضا أخبروا أمهاتكم وآبائكم بكل ما يحدث لكم النهاية أرجو أصدقائي أن تكون القصة قد نالت إعجابكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإرسال رابط هذه القصة لأصدقائكم وأحبائكم ليتعلموا أكثر من نورة وأيضاً الذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضاً أما أنا فأقول لكم إلى اللقاء يا أحبائي